التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطية الفريق يانوش أدمزاك وتناول هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطية وبحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنصيق الجهود بين كافة القوى لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة فيما أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطية بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين مشيرا إلى الدور المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة على السحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر